نفت مي عبد الحميد رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي توقف شركة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية عن أعمال الصيانة المكلفة بها لوحدة الإسكان الاجتماعي ودار مصر هذا وأكدت رئيسة الصندوق بأن شركة الصيانة مازالت تعمل بكامل طاقتها وتحقق نجاحات كبيرة في مجال عملها وذلك باعتبارها تجربة جديدة من نوعها في وحدة الإسكان الاجتماعي كما نفت تبديل وحدة الإسكان الاجتماعي بوحدة أخرى في مشروعات الإسكان المتوسط